موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانة الشرق الأوسط الحل سياسي في سوريا مع الإنساني والكويت تستضيف مؤتمرا ثالثا للمانحين الناطق باسم هيئة التنسيق هناك من يحاول إفشال لقاء القاهرة الأمن اللبناني يكسر أسطورة سجن رومية الأزهر يبدي استعداده لعقد مؤتمر لعلماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف أما في العربي الجديد الرستان ثلاث سنوات من الحصار والتجويع لبنان سجناء يشغلون الانتحاريين السيسي يطالب الأحزاب المصرية بقائمة موحدة للبرلمان المقبل جهود دبلوماسية حثيثة لإنقاذ عملية السلام في أوكرانيا وفي العرب اللندنية ارتباطات العباد الإيرانية تكبح طموحه لحل الأزمة السورية الإمارات تفتتح باب التظلم للمدرجين على قائمة الإرهاب داعش يطلق رجال الحسبة في شوارع ليبيا لترهيب المواطنين وفي القدس العربي النظام السوري يعتبر تصريحات تركية حول حياة بوميديان اعترافا بأنها معبر تسلل للإرهابيين داود أغلو فتحنا حدودنا للأطفال لا للإرهابيين الأزمة السورية تجعل من القاصرات زوجات يطلبنا المعونة من الجمعيات الإغاثية شابان سوريان يغرقان خلال عملية تهريب للأبقار على الحدود التركية ومأساة إغلاق المعابر الإنسانية إرادة تنظيم الدولة الإسلامية النفطية في العراق تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر لبنان الشرطة تنفذ حملة في سجن روميا والنصرة تهدد بقتل العسكريين المخطوفين وزير الخارجية التركي حماس كانت ستعترف بإسرائيل في إطار حل الدولتين إسرائيل تغلق مؤسسات إسلامية بعد توترات تتعلق بالمسجد الأقصى أوباما يبحث هاتفيا مع نتنياه انضمام فلسطين إلى المحكمة الدولية أما في صحيفة الحياة فقد تعنونا لهذا اليوم النزاع السوري يضعف عدد اللاجئين في البرازيل ثلاثة مرات في عام 2014 أزمة بين حماس والسلطة الفلسطينية حول نقطة تسجيل في معبر إيريز حشود متبادلة بين الحوثيين والقبائل تستهدف السيطرة على نفط مارب وفي موقع أخبار تركية أردوغان يستقبل عباس بستة عشر جندي يلبسون زيا عسكريا يرمز الامبراطوريات تركية مختلفة تركيا تكشف عن تصميم أول مقاتلة حربية محلية الصنع داود أغلو يلتقي مؤسسات المجتمع المدني التركي في برلين جاويش أغلو حماس كانت ستعترف بحل الدولتين لو لم تتدهور علاقتنا بتل أبيب وفي وكالة أنباء الأناضول أردوغان يتساءل بأي وجه شارك نتنياهو بمسيرة باريس ومؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأقرب وقت داود أغلو يدعو لاتخاذ خطوة مماثلة لمظاهرة باريس ضد التطرف في العالم خفر السواحل التركي ينقذ 22 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجا 12 سوريا و10 فلسطينيين صحيفة حبر نشرت مقالة إسماعيل لمطير بعنوان الثورة والمتسلقون جافي لفت نظر ما قاله أحد أصدقاء منذ مدة عندما تذاكرنا بدايات الثورة واستمرارها قال لي لم يعد أحد يدعي السبق في الثورة بل صار يصرخ والرطوني والرطوني في الحقيقة لم يجانب صديقي واقع الحال أبدا لكنه ربما سهى عن ذكر هوية هؤلاء فقد اعتاد الكثيرون في بلدنا للأسف على التفاخر والتباهي بكل ما ينتحلونه من أفعال وأقوال حسنة طالما أنها تصب في مصالحهم ولكنهم اعتادوا أكثر من ذلك على التهرب من المسؤولية وعلى إلقاء التهم على غيرهم كان الخروج في المظاهرات في بداية الثورة في ظل قبضة الأمن الفولاذية تضحية لا مثيل لها وبطولة عز نظيرها فقد كان المتظاهر الثائر يتحين أصغر فرصة ليصدح بتكبيراته وهتافاته وهو أعزل أمام نظام مدجج بسلاحة وهو يعرف حق المعرفة أنه قد لا يعود إلى أهله إلا على نعش يحمله رفاقه في مظاهرة جديدة وكل من هؤلاء المشيعين بدوره يعرف أنه قد يكون الشهيد التالي ومع ذلك كان الحماس والإصرار وعلى الثورة دأبهم رغم كل شيء لم يكن أحدهم يفتخر يوما أنه أول من كبر في مظاهرة ولم يكن يفتخر أنه أول من رمى حجرا في وجه رجال الأمن ولم يفتخر بأنه أول من اعتقل في أقبية المخابرات لكنه كان يعد نفسه هبة للثورة يعطيها ما تشاء كان ذلك في قديم الزمان في بداية الثورة ومع الانتقال إلى السلاح لقتال ضد جيش خان وطنه وشعبه ثم بعد أن اشتد ساعد الثوار وحققوا الانتصارات الساحقة وحرروا الكثير من المدن والقرى بدأ المتسلقون يشقون طريقهم بصخب لينتهكوا جسد الثورة ويركبوا موجتها لا أهم لهم إلا تحقيق المكاسب الشخصية ولو كانت على حساب دماء الناس ظن منهم أن الثورة قد انتصرت وزال الخطر وانتهى الأمر وأن الأوان قد حان لجني ما زرعه الثوار الأوائل ولكن هيهات هيهات لقد عرف المتسلقون متأخرين أن الثورة ما زالت مستمرة وأن الطريق ما زال طويلا وعرا وأن الثوار ما زالوا يقدمون تضحيات واحدة تلو الأخرى عرفوا أن الثورة مسؤولية لا يحتملها متسلقة فكان لابد لهم من التخلي عن ادعائهم السبق فيها بل صاروا يتهمون غيرهم بخداعهم وتوريطهم مع كل كبوة تتعرض لها الثورة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين آية كريمة صارت شعارا للصادقين فصاروا يعرفون أن كل كبوة تتعرض لها الثورة إنما هي غربال لغربلة المتسلقين والطفيليين الذين انتهكوا وأثقلوا كاهلها ويظل الصادقون وحدهم جندها المجهولين البعيدين عن الادعاءات الكاذبة والمزاودات الرخيصة وهم الذين لم يدعوا السبق ولم يصرخوا يوما ورطونة لأنهم آمنوا بالثورة وبمبادئها فجرت فيهم كما يجري الدم في العروق وليصرخ المتسلقون بعد ذلك ما شاءوا فليست الثورة في حاجة إلى قذارتهم أبدا جريدة عين بلدي نشرت مقالا لشامل علي بعنوان ثورة مبصرة لا تمرد أعمى جاء فيه لم تعود الحرية مطلبا سياسيا جماهيريا في حسب ولم تعود الثورة مقتصرة على السلطة السياسية الحاكمة بل امتدت اليوم لتكون حرية كاملة شاملة ولتنتزع استقلالها من كل سلطة تمارس ضغطا على عقول الناس أو أرواحهم أو حياتهم سواء أكانت سلطة الوالدين أو المشايخ أو الثقافة أو المجتمع وغيرهم يمكننا أن نلاحظ ذلك من الحوارات التي تجري بين الناس أو على وسائل الإعلام ويمكن معاينتها عن قرب أكثر وبزخم أكبر على الشبكة العنكبوتية تلك الحوارات التي لم تعد فاكهة المجالس بل خبزها وزيتونها يعتقد البعض أن الشباب الثائر حين شعروا أنهم يخسرون معركتهم السياسية ويجهوا بنادقهم إلى جبهات أخرى لينتقموا لهزيمتهم ويصبوا غضبهم على كل ما تقع عليه يدهم من تقافة أو فكر أو دين لأجل التمرد والانتقام وهذا تحليل غير منصف علاوة على أنه سطحي التاريخ يقول إن لكل ثورة سياسية الثورة تمهد لها وأخرى تولد من رحمها الفواصل الزمنية ليست مهمة والمدة غير محددة سلفا قد تتداخل الأزمنة فتسبق الثورة ابنتها أو تكبران معا لكن كل ثورة لتكتمل لابد لها من رحمين ومن أم وابنه وهذه الثورات على مختلف الأصعدة التي رافقت الانتفاض في العالم العربي مؤشر على أن الثورة تسير في خطها الصحي الصحيحة وعلامة على عنفوان روح الشابة الثائرة ودليل أن الخسارات والهزائم التي تتالت أمام مرأة الثوار لم تعرهم من رغبتهم المتوقدة الجامحة للتغيير ولم تكسر نفوسهم بل جعلتهم يدركون أنهم حين يتحدثوا المروا عن الثورة فيجب أن يحسها في أعماقه ويمارسها في تفاصيل حياته وأولها في التخلف الذي ينام في الأعماق كالبركة الآسنة والذي ترعرع الفساد فيها فأنجب الطغيان والدكتاتوريات المجتمع اليوم بأمس حاجة إلى ثورة اجتماعية واعدة سلمية بغير لون الدم تنقله من وضع إلى آخر وتفتح له أفاق مستقبل جديد أفضل وهذا بحاجة إلى ثوار حقيقيين شجعان في الدرجة الأولى وحكماء في الثانية والثالثة الحماسة والعنفوان الذي يتقد به الثوار الجدد والذي يحرك رغبتهم للتغيير ودفع ثمنه أمر يدعو للتفاؤل لكن المقلقة في الأمر أن المنطق الذي يقود هذا التغيير الثوري هو منطق التخلي عن كل شيء وقطع الصلاة بالمجتمع لمجرد كونه ماضيا وعداء لثقافة المجتمع وتمرد كامل عليها بلا مبالد منطق يريد هدم كل شيء هكذا بضربة واحدة مرة واحدة كضرب من الجنون سائم الواقع العربي من التقليد الأعمى لكن الحل لن يكون في التمرد الأعمى بل بالثورة المبصرة الزمان يدور وهذه سنته والمستقبل ليس لأصحاب الرؤى الصحراوية أو زمن الأبيض والأسود ولن يكون للتمرد الأعمى الأحمق المستقبل للثوار الجدد الذين يفهمون زمانهم ويحترمون ثقافتهم فليتحلوا بالصبر والبصيرة ليحتلوا المكان الذي يستحقونه في وراثة البيت الأبوي ليرتقوا به دون أن يرتكبوا جريمة قتل الوالدين أو كسر البيضة بالفأس موقع عربي واحد وعشرين نشر مقالا لسعيد الحاج بعنوان أهل ثمة ضوء تركي في آخر النفق السوري جاء فيه بعد عشرات السنين من سياسة خارجية خاملة وسلبية اكتفت بأن تكون التابعة وقاعدة متقدمة لحلف شمال الأطلسي استفقت تركيا مع بدايات القرن الواحد والعشرين على أسئلة الهوية والدور والتأثير وجدت ضلتها في كتابات منظر سياستها الخارجية ورئيس وزرائها الحالي أحمد داود أغلو ونظرياته حول تصفير المشاكل والعمق الاستراتيجي والدول المركز هذه النظريات التي حللت المشهد الدولي واستشرفت التطورات القادمة وجدت في لحظة الربيع العربي السانح لا يمكن تجاهلها لتطبيقها العملية أخيرا لحت لتركيا فرصة ذهبية لاستثمار عملها الدؤوب على مدى سنوات طويلة في مدى الجسور الثقافية والاقتصادية مع العالم العربي لكن التركيا أفاقت لاحقا على لحظة الحقيقة تماما مثلما أفاقت القوى الرئيسية في الربيع العربي فأذرع سياسة الخارجية التركية ما زالت محصورة في الإطار الاقتصادي الثقافي وهو ما يمكن أن يفيد في حالات الصفر مشاكل أما حين تحول الإقليم إلى صفر هدوء فقد عايننا بوضوح افتقاد أنقرة للقدرة على التأثير بسبب ضعف ماكينتها الاستخباراتية العسكرية في الخارج وحدثة عهدها ولهذا تحديدا إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة طر التركية إلى التراجع التكتيكي والتخلي عن سقفها العالي جدا في سوريا إلا أن هناك بعض الإشارات المهمة وذات الدلالة لاحت في الأفق في الفترة الأخيرة قد تشيء بدور تركي مبادر وأكثر فاعلية فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا منها أولا التقارب التركي الروسي في الأوينة الأخيرة في ظل برود العلاقات مع واشنطن وتحت وطأة الضرورة الاقتصادية للطرفين ثانيا إشارات الرغبة التركية في تصحيح العلاقات مع دول الخليج ثم مع مصر إضافة إلى انضواء الجميع تحت مظلة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة ثالثا انتخابات الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية التي جرت قبل أيام والتي أسفرت عن فوز دكتور خالد خوجة برئاسته وهو المعروف بأنه تركي الهوى كما يحب البعض أن يطلق عليه مما يعني دور أكبر لأنقرة في الحال السياسي المرتقب إن الأحداث الدائرة في سوريا تحولت إلى صراع أقلمي ودولي وبالتالي فمن البديهي أن يكمن المفتاح الحل في توافق ما على هذين المستويين بين الولايات المتحدة وروسيا وبين تركيا وإيران والسعودية بدرجة أقل وفي ظل أوراق القوى التي يمكن لأنقرة لعبها على رأسها ورقة المعارضة السورية والحدود المشتركة والقدرات الاستخباراتية والعسكرية والمناورة بالورقة الروسية يبقى السؤال الذي ستجيب عليه الأيام والأسابيع القليلة القادمة هل ستبادر تركيا لوضع أوراقها على الطاولة والانخراط بشكل فعال في اللعبة؟ صحيفة الانديبندنت نشرت مقالا بعنوان الغرب مطالب باقتراح حل الوسط للحرب السورية جاء فيه قد تكون الضربات الجوية الأمريكية التي بدأت في العراق منذ الثامن من آب الماضي وفي سوريا بدءا من الثالث والعشرين أيلول الماضي أبطأت تقدم داعش وألحقت بقواته خسائر فادحة في بلدة عين العرب لكن للتنظيم جهاز دولة خاص به ويقوم بتجنيد عشرات الألوف من المقاتلين مما يمكنه من القتال على جبهات متعددة مع الحدود العراقية مع إيران إلى ضواحي حلب في سوريا وفي غرب سوريا يشكل داعش قوة متنامية مع خسارة الحكومة السورية الميزة المتمثلة بمحاربتها معارضة مشرذمة ومجزأة حيث أن هذه المعارضة تتحد الآن تحت قيادة داعش والتقليل من شأن قوة داعش كان الخطأ الثالث بين الثلاثة أخطاء كبيرة اقترفتها الولايات المتحدة وخلفاؤها الغربيون في سوريا منذ عام 2011 وهي أخطاء عززت النمو الهائلة لتنظيم الدولة داعش وبين عامي 2011 و2013 كانت هذه الأطراف مقتنعة بأن الرئيس الأسد سوف يسقط بطريقة نفسها التي سقط بها الرئيس الليبي معمر القذافي في ليبيا فإلى أي حد تغير الوضع السياسي والعسكري اليوم الضربات الجوية الأمريكية غير حاسمة حقا إلا عندما يكون هناك تعاون وثيق مع القوات على الأرض وهذا الأمر حدث في عين العرب من منتصف تشرين الأول الماضي عندما قرر البيت الأبيض في الدقيقة الأخيرة أنه من غير الممكن أن يسمح لداعش بإذلاله من خلال الفوز بنصر آخر فتحول المقاتلون الأكراد السوريين الذين يقاتلون داعش فجأة من كونهم إرهابيين إلى كونهم خلفاء مهددين بالتصفية وعندما بدأ القصف على داعش في سوريا شعرت الحكومة في دمشق أن الأمر سيكون لصالحها ومع معاناة الداعمين الأساسيين لسوريا من انهيار أسعار النفط فإن ذلك سيجعلهما أكثر انفتاحا على حل وسط لاقتسام السلطة في سوريا ووحدات الميليشيات الشيعية العراقية التي انسحبت من سوريا لمحاربة داعش في العراق يمكنها دوما أن تعود وإجري تعزيزها وداعش يعزز قوته في سوريا بواقع أن الغرب وتركيا والحلفاء الآخرين يسعون لإسقاط الأسد عدو داعش الرئيسي كذلك لإطاحة بتنظيم داعش نفسه وتبقى الكراهية المتبادلة بين عداء داعش الورق الأقوى لهذا التنظيم كانت الحكومة السورية دوما تعاني نقصا في القوات القتالية وهذا الضعف أصبح أكثر وضوحا حيث باتت تستدعي المزيد من جنود الاحتياط ولطالما استمد الأسد مزايا سياسية في الداخل والخارج من هيمنة الإرهابيين على الثوار السوريين الذين يخشى منهم الغرب لكن هيمنة داعش وجبهة النصرة تعني أن الجيش السوري يفقد ميزته في كونه قوى وحيدة في مواجهة عدو مفكك من 1200 فصيل مختلف وفشل القوات الحكومية في شن هجوم متوقع لإعادة السيطرة على الأجزاء التي يسيطر عليها الثوار في حلب يشكل إشارة إلى هذا الضعف الضمني صحيفة الشرق القطرية نشرت مقالا لملاك أحمد بعنوان عرسال تنادي فهل من مجيب جاء فيه عرسال حيث الموت ورائحته هناك نجد أبشع القصص اليومية قصصا من الواقع نسمع عن أعداد كبيرة من من لعبت بهم موجة البرد القاسية ومع الثلوج مات الطفولة صور حية تتداولها الصحف المحلية عن كارثة وظروف مأساوية تمر بها السوريا في ظل العاصفة الثلجية التي لا تعرف معنى الرحمة مخيمات عرسال تحكي عن من يسكن فيها مخيمات لا تسمن ولا تغني من جوع مخيمات تفتقر الحماية ولا تستطيع مواجهة العوامل المناخية القاسية فقد تسترهم ولكن لا تدفئهم ينتظر سكان عرسال خيوط الشمس لاستنشاق الهواء النقي ومنهم من ينتظر كي يجمع من الثلوج ما يفيده للاغتسال بعد قضاء الحاجة بمعنى واضح أن الماء يكاد أن يكون معدوما نسأل الله الرحمة بينما أتصفح تلك الصحف التي باتت مملة له لما تحمل من أخبار يكاد المرء أن يستفرغ منها في القلوب رغم كل شيء لا تستطيع رؤية أحوال المسلمين وهي تزداد سوءا يوما بعد يوم ونحن في سباة نومنا نكاد أن نتذكرهم بدعوة هناك تجد معنى التضحية ترى الأب يعطي ابنه من دفء قلبه كي لا يموت أمام عينيه كما ماتت الإنسانية من قبل وأم تنتظر قطعة خبز كي تسد جوعها وجوع وليدها أصبح بلا مأوى ولا زاد إنها كارثة ومأساة يمر بها الشعب الحبيب السوري في ظل عاصفة ثلجية جمدت أرجاء عرسال كما جمدت قلوبنا نسألك اللهم الرحمة تجمد حبر مدادي ولا أعلم من خلال هذه الأسطر كيف أنادي ضاقت على رحب بهم عرسال والدار خاف خيامهم أطلال الثلج يثقل خطواتهم فكأنهم أسرى تنقض عيشهم أغلال أخيرا اللهم كما أكرمت خذيفة بن اليمان يوم الأحزاب بالدفئة أدفئهم برحمتك يا ودود يا رحمن دعوة أضعف الإيمان أن تتبرع بقليل من كثير لأجل عرسال بهذا مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر